الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الأخوة والطلاب الأفاضل نجدد التحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولغد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون من خلال الآيات دي من سورة البقرة إن شاء الله نتطرق لبعض متعلقات عنوان المنبر لأنه العنوان دا كبير جدا وأي كلمة من هذا العنوان بيحتاج لها منابر كثيرة جدا الإسلام براه داير له منابر وكذلك الكيزان داير منابر والعلمانية داير منابر زيادة على المنابر اللي اشتغلت فيهم فالعنوان دا عنوان كبير وأكتر شيء يهمنا في هذا العنوان حسب ما أرى أنا الجزئية الأولى وهي الإسلام ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم من يرغب عن ملة إبراهيم يعني الما دائر ملة إبراهيم الما دائر ملة إبراهيم والعلماء قالوا الاستفهام دا للإنكار والتوبيخ يعني من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم ما دائر ملة إبراهيم دا تمنده دا استفهام إنكاري قال تعالى إلا من سفه نفسه فتعرف إنه الراغب عن ملة إبراهيم دا سفه نفسه زي ما ربنا قال وملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام دي ملة إبراهيم وملة كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أول رسول وهو نوح عليه السلام إلى آخر رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام كلهم دين واحد ألا وهو الإسلام والإسلام زي ما قال لك أخونا أحمد جزاو الله خير هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والدليل على التعريف دا والبرهان عليه الآية ذاته من سورة البقرة ربنا قال إذ قال له ربه أسلم لإبراهيم عليه السلام وهو كان مسلم أصلا شكد العلماء قالوا أسلم يعني أثبت على الإسلام ودفيه إن الإسلام دا بيحتاج لي ثبات بيحتاج لي ثبات لو ما ربنا أعانك وثبتك ممكن تفك في أي لازة وترتد والعياذ بالله فإذ قال له ربه أسلم يعني أثبت على الإسلام قال أسلمت لله وده الاستسلام يا أخوان الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد إنه الله يعبد براه عز وجل كويس؟ وده من أكبر مشاكلنا مع الكيزان والعلمانيين والشيوعيين وكل الأحزاب وكل الفرق وكل الطوايف سواء كانت يسارية أو طوايف تزعم أنها مسلمة أكبر مشكلة مع هذه الطوايف المشكلة بتاعة التوحيد دي وأعني بذلك إن ربنا سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له من هنا تعرف يا طلاب إنه نحن كسلفين وشوف ده من مميزات وخصائص هذا المنبر إنه نحن بنصدع بمنهجنا وبنعرف نفسنا للطلاب نحن منه ما بنجي زي الخفافيش نعمل شوشرة ونمشي الطالب يكون ما عارف ده خفاش ده قعونجا ده شكله شنو بالضب لا نحن بنجي بنوريك نحن منو بالضب وده يرين شنو وده من أكبر الفروقات بيننا وبين كل الأحزاب في كتار بيخشوا هنا في المنبر فواعد بينكروا الانتماء بتاهم بينكروا حطب لأنه عارفين المحل ده سخل المحل ده هنا مصنع الرجال وعارين الأبطال والله العظيم الكلام نعمل قوله من باب الفخر لا لكن من باب قوة الدين الذي ندعو له الدين ذا قوي شاكذا نحن نرفع به ورأسنا فوق نرفع به ورأسنا فوق ولا بنقعد نحن نسيه كتير ذا جماعة المميعين عامل لك جوائز والجائزة الأولى كوبايد عصير تانكي والجائزة الثانية ما تعرف شنو ما في كلام ذا هذول وده ما معناته إنه نحن بننهى عن هذه الجوائز لا لكن أنا بوريك إنه إنت لازم تصدع بالحق أول حاجة عرفتها؟ ولو ما صدعت بالحق الجوائز دي ما بيجيب لك الناس لشان ما تضيع زمنك ساي في إمتى؟ بيجي الواحد من هذه الأحزاب ما بيبين منهجه للطلاب مرات بينكروا ينكروا المنهج بتاعهم مما يجي خاشي طبعا يا طلاب أنا ما جمهوري ما جمهوري ليه؟ معناته الجمهورية دي في نظرة كي تحاجة ويسخة مش كده؟ وإلا ما كان نكرتها ويجي واحد تاني طبعا يا طلاب أنا ما علماني طيب ما علماني ليه؟ معناته العلمانية دي حاجة ويسخة عشان كده أنا بقترح إنه أي واحد يجي وخوش هنا يقول أنا ما كده؟ ينزر بيما كده دي ذاتا أنا ما جمهوري؟ آي إذاً تقول الجمهورين ويسخين وإلا ما تمروا مش معناته نحن هنضربك؟ لا ما قاعد نضرب زول والحمد لله ده منبر منبر مسالم جدا والحمد لله منبر ما بيه يعتدي على الناس وده مش معناته محاباة ولا مجاملة لا وفقا لنصوص شرعية الله قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نحن بنمشي بمنهج لكن خلي بالك في جوزية تانية ما تنساها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والله سألوا بينا عندهم عظة والله مفتاح إنجليزي في المنطقة ما زيه أنا بأوجه رسالة لأي زول يفكر مجرد تفكير ولا تحلم ولا في المنام ما تحلم إنك تعتدي على المنبر السلفي لأنه حتشوف شخص غريب مرة واحد والله دي رسالة وأنا عارف بوصلها لمنه وهم عارفين إنه نحن قصدناهم اعرفتا؟ أرجعنا للآيات تعرفوا يا طلاب إنه أنه نحن خلافنا مع الكيزان ما غلاف سياسي كسلفيين ما تنسى النقطة القبال دي نحن ما غلافنا مع الكيزان خلاف سياسي أبداً ليه؟ لأنه نحن ما عندنا غرض في السياسة أصلاً وأنا بتكلم بإسم المنهج بإسم المنهج أنه نحن ما عندنا غرض سياسي ولا عندنا أي عشم في أي كرسي ولا طربيزة ولا بنبر في السلطة والله وربنا يشهد على هذا الكلام أنا بتكلم بإسم المنهج عارفته؟ شكد مشكلتنا مع الكيزان ما مشكلة سياسية شكد مشكلتنا قائمة معهم من زمان وحتظل طالما هم موجودين يرفتها؟ مش معنات الكيزان خلاف شالوم أن نحن نخلي الموضوع معهم لا نحن موضوعنا معهم موضوع ديني وخلاف عقدي وليس سياسي خلاف عقدي لأن المنهج بتاع الكيزان رغب عن ملة إبراهيم أخذ أكيدا رغب عن ملة إبراهيم ملة إبراهيم التوحيد منهج الكيزان بيصادم هذه الملة تماما أديك مثال أنا أضرب لك أمثلة لكي بعدين أديك مساحة تجي خاشي وتناغش أديك مساحات هرفتها؟ من أكبر أسباب ضياع العقيدة في السودان الطرق الصوفية الطرق شنو؟ الصوفية بجميع مسمياتها وأشكالها كلهم الجماعة بتين أخضر بأعمر أصفر ببنبي بيشبه فريغ الكاميرون وغيره وغيره بيكون الأشكالهم دين من أكبر أسباب ضياع العقيدة وين؟ في السودان وبينديك برضو بعدين فرصة يا صوفي وإن كانوا اتعدموا الله هنا في الداخلية هل تعس منهم من أحد؟ أو تسمعوا لهم ركزة؟ ما في شيء والله دي حاجة سمحة خلاص اللهم لك الحمد والشكر صوفية ما في شيء هنا والله العظيم ما قاعد ينزع ولا بيخشوا زمان كان في واحد كده ضارب لك مسلك كان بيخش بيتنجم وبيمرك والغريبة كل مرة بيخش وكل مرة بينجلد الزمان داك اختفى ما عارفوا ما شوين فبينديك فرصة يا صوفي إن بيجد موجود تجي تعلق على كلامنا إنه من أكبر أسباب ضياع العقيدة في قلوب كثير من السودانيين الطرق الصوفية لما نيجي يا أخي محمد عثمان عبد البرهاني ودي من أكبر الطرق في السودان وفي غير السودان لما نيجي أقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي وفي نسخة من بعض رحمتي سؤال يا طلاب مين المكة للتصوف في السودان مين الكيزان مين المكة للتصوف دي نقطة مهمة للتصوف في السودان الكيزان يا أخي البرعي ده ما كان في ذول بيعرفه والله البرعي كان مجوع في الزريبة هناك ذول بيعرفه ما فيه المشا قلعوا نكتوا من هناك وجابوا هنا وبقى يفتتح به الكباري منو الكيزان علي عثمان محمد طاو وغيره وغيره خش اليوتيوب سنة 1992 شوف التاريخ ده 1992 البشير ومعه عبد الرحيم عمد يسين وشوله في الزريبة زيارة للبرعي بنططه معه لهذا البرعي في مديح هناك في الزريبة سنة كم 92 شوف الكلام ده قبل كم سنة كويس؟ الركاني بتاع أبو آدم ودي من أحدث الطرق في الكفر وفي الضلال طريقة جديدة كويس؟ مين المكة للركاني؟ علي عثمان محمد طاه كان بيجيوا لحد هناك أبو آدم ويدعموا شوفت كيف؟ الكباشي من المكة الليون. من جبه في الكباشي ومسك وزارة الاشاكو الكيزان. من يطبع قدبلea ti صOOفية الكيزان. من بيرعى نشر كتبه صوفية الكيزان. تعرفتو? والكيزان ما عندهم اصلا مشكلة مع قائده صوفية بالمناسبة. لان وصل رئيسنا الكبير رئيس الكيزان حسن البنة. ونحن الان نتكلم كلام والكتب موجودة. يعني بعدين لو جي واحد خاشي. الكتب موجودة. طوالة هنطلع لك حسن البنة. السيدة موجود. وسيد قطب. ما ديلة سيادك? يا كوز. وديلة علموك الضلال. كويس? لانه اصلا المنهج بتاع الكيزان ما عنده مشكلة ابدا انه يكون في شرك بالله منتشر. وانه تكون في قباب تعبد من دون الله. ابدا ما عنده مشكلة مع النازل. طالما في بينات مصالح دنيوية مشتركة. الدين ده عنده ما مشكلة كبيرة. شو بالكوز ده? انت طالما موافقه في بطنه دي. هو تاني ما عنده معك اي مشكلة. والله لو بيقيت كافر عديل راسك عديل. ما عنده معك مشكلة. القسيس داك ما كان عضو في المؤتمر الوطني. فيليب ساوسفرج. ما كان عضو في المؤتمر الوطني. ياخذ من المية المؤسسين للمؤتمر الوطني. والغريبة كان بيعمل احتفال في رمضان. بيعمل افطار جماعي. يعمل افطار جماعي دماشي محير. هرفت? ده كل اللخبة دي كلها مين الجابة? جابوا الكيزان. اعرفوا يا طلاب سبت معك معلومات مهمة. انه الخلاف خلاف السلفين مع الكيزان? ما خلاف سياسي. خلاف ديني. اعرفت? وبرهن تليك انه الناس يضيعوا اهم حاجة في الدين. العقيدة. ضيعوا العقيدة. بناء على منهجنا الفاسد. الاصلا جابوا من حسن البنة الكان صوفي. اعرفت? حسن البنة الكان صوفي. وكان بيمشي الطريقة الحصافية. ويحتفل معهم. ويقول معهم الاوراد. والازكار. كل ده جابوا من حسن البنة. عشان كده. الرواسي بدي ظهرت على شيوخ الكيزان. اديك مثال. عصام احمد البشير. ده راسم الرؤوس الكيزان في البلد دي. كان ممسكينه مجمع النور. وكان ما اتعرف رئيس مجمع مين. وكان وزير الارشاد قبل كده. الزلطة طلع المنبر فوق. ومدح البورعي. هنا في كافوري. مدح البورعي. ومدح قصيدة شركية. قصيدة مصر المؤمنة. تلقى الكلام ده صوت صورة. عصام احمد البشير. قال وقد افاض شيخنا البورعي في قصيدته مصر المؤمنة باهل الله. قال ذكر فيها الشعراء والعلماء والادباء. الكلام ده وين? في منبر بتاع جمعة. اصام احمد البشير محسوب على من? محسوب على الجبهجية الكيزانة الاخوان المسلمين. الحركة الاسلامية. كلها مسميات لضلال واحد. عرفته? اذا الناس زيل? ما عندهم مشكلة اصلا ما? اه بتاعت انه عقيدة تضيع. النصارى ما عندهم مع النصارى مشكلة اصلا. ما عندهم مع النصارى مشكلة. شكدة ما من داعية من دعاة الاخوانة المسلمين? وان لا تجي تلقاه عنده اشكال في موضوع النصارى بالزاد. وهم مشكلتهم مع اليهود. سندارة واريك انه اليهود والنصارى ديه الماشي واحد. ما في فريق بيناتهم. مشكلتهم مع اليهود مشكلة بتاع اطواطة. ما مشكلة الدين. انت قال الترابي لما كان بينجر للكيزان خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد بدع يعود. اه. انت بليد ساكد يا ذول. كويس? وغش الجماعة. والجكة دي لله. الصلعة دي لله. وكل شي لله. والله العظيم. الخلط لله. تشرب سجائر لله. اي هاجة. اغنى تشبتب في الحفلة كله لله. الجاب الكلام نمنوع? جابه الترابي. مشكلتهم مع اليهود مشكلة بتاع اطواطة. ما مشكلة الدين? وإلا لو بيقى في مشكلة بتاع الدين? اليهود والنصارى الفرق شنو? بيناتهم في الدين والعقيدة. دين واحد. وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. الاثنان كفر واحد. ديل قالوا عزير ولد الله. وده كفر. اليهود. والنصارى قالوا المسيح ولد الله. وده برضو كفر. تلقى جماعة ديل مع اليهود يكوركوا ما بيقبلوا لك يهودي واحد. لكن يشوف في باب النصارى يلبسوا يجيبوا لك مئمين سويدان. وده برضو واحد من جماعة الاخوانة المسلمين. لكن كويتي. مركب مكانة كويتية. ما هم بيختلفوا. المنهج واحد. لكن المكانات بتختلف. ده برضو كويت. يقول لك حرية العقيدة ما حرية العقيدة. فدار اوصلك لها نقطة واحدة يا طالب. وهي اهم نقطة. انه الخلاف مع الكيزان خلاف عقيدة وخلاف دين. حتى المجتمع الان للأسف الشديد. الا من رحم الله. مشكلته مع الكيزان ما مشكلة الدين. وشوف زاته العلمانين ومكرهم وخباثتهم. علمانين ما مكارين. خلوا الشعب السوداني ده. يكون مشكلته الرئيسية مع الكيزان مشكلة شنو? دنيا ما مشكلة الدين. السودانين الا من رحم الله. ما عندهم مشكلة مع الكيزان في دين بالمناسبة. يعني الكيزان لو كانوا وفروا لهم كل الاحتياجات الدنيوية. والجماعة اكلوا تمام. والعيش بيجيك في البيت ما بتنمشي للصف بيجيك. بيجي خبت لك الباب هاك داعش. وما داري منا قروش. وبيجيبوا لك دي ركند عسل وملابس في البيت. لو كان كده الشعبي ده كان حيرضب الكيزان ان شاء الله مليار سنة. بيرضى ولا وابيرضى? بيرضى. لانه مشكلته مع الكيزان ما مشكلة الدين. مين الزرع على الافكار دي في الشعب السوداني? العلمانين والكيزان ذاته. بل انا اقول لك حتى الكيزان. مشكلتهم مع العلمانين مشكلة سياسية ما مشكلة دين. تقال العلماني مع الكوز عندهم مشكلة في دين? لا 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 دين واحد ما في فريق. والله واحد. الكوز والعلماني دين واحد. كويس. لكن مشكلة مشكلة بتاع الدنيا. مشكلة اكل وما تعرف علاج وصحة. ودي مشاكل نحنا عندنا معتبرة. شاء ما تجين انت كمان انت بعد انت تشبقني يعني انتوا ما قاعدين تحسوا بالألم. لا لا احنا والله متعلمين زيك. والله انا عربي التياسي مولي على لمبة لأ ثلاثة اياه. لمبة بنزين. زيك واحد. مرات نركب مواصلات. مرات نشيلك الداري. زيك واحد. عايشين معاك في البلد دي. ما لابسين عقالات. ما قاعد نقول لك شلونك. لا لا بنقول لك يا عمك ويا فردة ومرات من قلنا نقول يا امان. كل ما شين معاك واحد يعني. عرفته? لكن موضوعنا في النهاية وفي البداية موضوع متعدين. انا لسه كلامي ما انتهى والله العيات دي كمان فيها فوايد عجيبة. لكن شايفة الاخوان قاعدين يقولوا نفتع فرصة. وما دارين خالفهم ما في مشكلة. نفتع فرصة للحوار والنغش. نعم.